اشتركوا في القناة 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 امام القناة اشتركوا في 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 القناة يتعلق في المرحلة التي يبدو في الاعتقالات وماذا يصرحون هذا وماذا يعترفون به وماذا لا يعترفون به واحد السيدة التي دخلت كما تقول شاهدة أعطتها حقائق من بعض النكرات هي حالياً مطالبة في القضاء ستبدأ لها من الاعتقالات لغم اللي قاتية تبحثوا كل مرة كبشي عندهم يقولوا لها الحفظ كانوا تدروا شكيتها في الحفظ توفى الزوجي لها قاتية واخد المشعل بحديتها قلت لهم أنني ضروري تدروا لي الخبرة على الهواتف النقالة لكي نعرف التواصلات التي كانت بينات هذه الأشخاص لكي نعرف أولدي في المشاش نوقع عليها فعلاً هم لا ترون من هذا الجانب لكن بحالي قرية قبلة وكي تشير بيها بذيك اللائحة أنهم أعطوا واحد نصف لائحة نصف لائحة الهواتف النقالة التي تتصل معها في ذلك التاريخ في ذلك الساعة في ذلك الوقت إلى حدود 11 نحن لا نريد أن نعرف أي شيء نحن نرى الجارة في 2015 العامة يمكن لك أن تأخذ لي يمس لائحة وإذن أن تضابط الشرطة القضاء يعني لماذا لا ترون أي شيء بعدها قبل من ذلك اللائحة لكي نرى ما كانت تخطيط هذا هو التحريات لا تريد أن تقول لنا أريد لائحة وصفة أريد لكم من من كانوا من هنا من هالذي يخرجون من تمارس حتى لديه وشكو اللي قال لنا نخرجوا أصلا ليس طمارس وشكو اللي قال لنا نحن أصلا يتواجدون هناك نحن يبغينا العلم نبغينا البحث عن الطرق العلمية الحقيقة الدولية لأننا عنا اتفاقية دولية وذلك الاتفاقية الدولية مقع لها المغرب ومولزيمة نحن عيان تشبتون بها ونأخذها إذا تشبتنا بها أمام القضاء المغربي سنأخذها لأننا ليس نحن نحن نقول المغرب سيروا قع على الاتفاقية التعاون الجنائي الدولي إذاً من يتوقع تحمل مسؤوليته كدولة تحمل مسؤوليته فمن ثم قلنا أعتقلهم على أساس القوة المكالمة دي الواحد فيهم تصل بالاخر حتى 2019 إذاً هم يقرروا أنهم سيعتقلهم على إطر هذه ولكن الشراء غير كافي رخصك تجبنا من الأول وتقول لها لماذا أنا ودر تقرير هذو اللي تعتقلوا ماذا قالوا؟ ما راح يجعل الأبحاث في الضابطة القضائية ماذا صرحوا وماذا؟ في الأول من 2011 من اللي كانوا يدروا لهم البحث معهم و2013 و16 كل مرة يدفعوا الدفوع كل مرة يقولوا نحن معنا ما أره هو تختار نحن معنا المخدرة لا يحلوا وهو اللي خلاص هو اللي يعني ينفقوا له دائما انه هو اللي يتحمل مسؤولية انه اللي يخلص ما عندهه لكي يخلص هاتفين يقولوا ماذا نعطبوا بأننا باعوا لكي يشربوا هادية وليشربوا هدا المخدرات هذا هو صغير هذا هو صغير هذا هو صغير لا يجب أن يجب أن يدرهم هذا الحفل لا يجب أن يذهب هذا الحفل نحن أكتشفنا ونحن نبحث معه ونحن لدينا كل شيء تخمينات وكل شيء أوهام لأنه يمكن أن يخرجوا منها ونحن نحن نعلم ونحن نحن 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 حكم جريبتك في الملف هذه التكلمي لي على هذه المعتقلين عددهم وكذلك هذه الشاهدة التي كانت تواصلت مع حياة وعطرفت لها بكل شيء وكتشت سؤال الحوار الأخير التي درجت مع حياة ومع المحامية لماذا لا يتم واحد محظر مواجهة بين هذه المعتقلين وبين هذه الطرف كيف ترى هذه اللغز في هذه الملف أعطيني هذه المعتقلين وتكلمي لي على هذه نعم المعتقلين أولاً ما كان يتواجد معه في الآخر ما يلقى ما كان يتواجد معه في الآخر مرة غيرتشاف هم هاد الجوج هادو داروهم في الاعتقال رحنا الاعتقال احتياطي ريتامة أنه تكون الأبحاث وتبدأ المواجهة وتبدأ المحكمة وتبدأ هاد الشيء هما ماشي محكومين هما مازالين مشتبه فيهم لأن البراءة هي الأصل إذن هما أبرياء لحد الآن أما فيما يخص قلتي الشاهدة هم اعتبروا واحد الشخص شاهد لأنها أولاً تكلمت في الهاتف مع السيدة حيات العالمية وقلت لها واش تهامي بات في الضار أول واحد غير عيط وغادي يقول واش تهامي بات في الضار كيف يعقل أنك انتي غتكوني أصلاً شاهدة على شيء حاجة لي ما شفتهاش ثانياً غتقولي واش بات في الضار باش عرفته ديك النهار ما بات في الضار عشان انتي معيطة واش انتي مراتو واش انتي اختو واش انتي حس عليه جيت تي في ديك الدقيقة وقوت شرطة فباشو شو في هذا المحط هذا في هذا الجانب ادرا اول ما تخصي تبحث معه ليش على انها شاهدة او لقلت لها لا اخال تيراه حرقوه وانا نحلف لك بالقر لا على هاد المكالمة ديال الثمانية الصباح ثمانية الصباح واش تهامي بات في الضار معنيت انك عارف انه ما باتش وعارف انه الى ما باتش معنيتها وقعت له شي حاجة انتي اعرفها اذا انتي ماشي شاهدة انتي مشاركة ما كانش في الابحاث ما توجهتش بها هي امام ضابطة القضائية ما تسوق مسؤولوا ياش عليها احنا دبا منيجينا شفنا هاد الابحاث لقينا هادى شبه ابحاث لقينا واحد الابحاث ناقصة بزاف وتأسفنا على المستوى اللي فيه هاد تكوين ديال هاد ضباط الشرطة القضائية وكانت تحمل مسؤولية ديالي بكلمة بكلمة اللي قالو لانه هادى ماشي تكوين هادى تمويح لانه باش كنت بدت تدير واحد مستنتاجة ديالك وتقول بانه خالصة الابحاث الى ان الشخص تقتل ويجيبونا يكنت هو الشرطة يكنت احنا الناس اللي كانت يقو بك نقول قلب لينا على شحد اللي وقعت ليش حاجة وفي الخرد قلنا خالصة الابحاث وفي الخرد جيب لينا صوار ديال تموقوع ديال كوم في مصرح الجارمة في حين انه ما عيطش سيدة حيات العالمي وما كانش مصرح الجارمة وديروا لخاتم ديال الشرطة القضائية ويكتبوا نقول ان في هذا ما كان جثة لهالك تهم مبناني نحن رغم نتابعوهم على هذا الكلام ماذا من سانة هاد شيفش درات الصور وكذلك هاد المحاضر اللي تكلمت لي يا ليدابا ماذا من سانة؟ هادو 2007 لان كانوا ديال السعب دا ومشاو جابوا شي جو تاخراوات ولكن باش الجزم بالخاتم للشرطة رخ السيد الحموشي ينظر لهاد المسألة هادره ما يمكنش نخليو احنا يا أسي الحموشي ضباط الشرطة القضائية ديال يدروا اخطأ ثاد يحب حالدي ونزيدك اكتر ديروا جوج ديال الصور وديروا لهم فوتوشوب وفوتوشوب هشو ما تدر نتايا ضابط ودير فوتوشوب ويسحاب لك انتحنا المواطنين ما غنعرفوهاش مره دير نتايا واقف في نفس البوزيسيون ومره واقف في نفس البوزيسيون احد البوتو ديال السير هشو ما احنا يراها بغينا العمل جد ودابا الحمدلله غادي نمشي تقصي لحقائق راسنا هناك سؤال اخر هنا تكلموا على محاضر في حقبة زمنية معيانة 2007 الاعتقالات الاطراف الاخرى كانت في 2019 هاد المحاضر القديمة اللي اخذت الفرق الوطني دابا ما حولتش انه تشوفها الطغارات التي ترتكبت في 2007 في بعض العناصر ديال الامن لانه على 2007 ماشية التكنولوجيا الحديثة ماشية 2022 ماشية هذا واقع الحال انما ما راجعتش كيفش كتشوفي؟ اولا عندنا واحد المراحضة على المحاضر ديال الشرطة القضائية انها نقصة لانه خصنا مثلا توقيع الولي الامر في محاضر ديال القاصرين وعرفين بان عندنا القاصر اخ ديالتامي بناني ايضا ما موقعش ولي الامر ومع ذلك يتدو بي يقولوا اه خاشف اه قال ثانيا واحد من المشتبه فيهم اللي كان متهم ايضا هو ما موقعش ولي الامر دياله هذي كي تسمى خروقات شكلية لانه خصنا نعرفوا بان المحاضر عند القاصرين الاحداث خاص ضروري يكون توقيع ديال والي الامر زائد المساعد ضابط المساعد وبعض المحاضر ديال الشرطة ايضا ما فيهاش ضبط المساعدين لموقعين فهذه الخروقات الشكلية ثانيا انه بدأ جاو يراجعوا هذك التقارير اللي كانوا من قبل منه خاصوا يجيبوا هذك الناس كاملين لش هذك الناس كاملين مجاوش فينه هذا مرويج المخدرات ولا هي قدوا به شوية الميلاف ودر بحلمك تكون الملحة على طعام ولا شي حاجة اللي خاصوا يجيوا احنا ديرين توجه التهم لكل واحد بالمشاركة دياله هذا شي دام مشاوهم في التوجوه ديال المخدرات وديال البيع وديال الاقتناء وحتى قالوا انه كان يتناول في السيارة والدفاع دياله مخرج يقول اه كانوا عنده في الجيب دياله وكي يأكلهم مش عرفته انتها كان في الجيب دياله وكي يأكلهم او في السيارة حيث قالوا هالك المشتبه فيه مشتبه فيه كدبوا ديجا كدبوا خمساد المرات عني حنا هذا المحضر ديال 2019 عادة نقولوا اه راسحة دايمير ديالهم ولو تيقولوا انه الحقيقة وما بقىوش كدابين لا كدابين يبقى كداب ثانيا ان الدفاع لم يكن معهم في السيارة كي يقولوا انه يكونوا مخدرة حيث الى كان يدفع به الدفاع هو انه يقول المعتقلين اللي هو يدفع لهم لماذا خليتي وشخص يدير الممنوعات معكم في السيارة ساحب السيارة يقولوا انه تناول شيء ممنوعات هبط علينا وانه سير في حالك وانه سنعلم الشرطة لكنها عندك حاجة المخدرة في الجيب ديالك ولكن هم معاه في كل شيء مني شفوها ما تسلكمش هاد القادية يقولوا حتى احنا كنا كنت تناولوا معاه المخدرة ماشي مشكلة في نوماليز راهي لقلتي مخدرة تساوي علميا التحليلات الطبية معنيتها خاصة ا بلس بي بلس سي معنيتها تحليلات ديالك احنا ما كتهمنش لانه انت بغيت تقول الراسك انا كتكن ناخل مخدرس باش زع ما نجيبوك في كفة واحدة وتكون حتى مع تهمي بالناني معني مشكل كلكم مدمين راهي لك شي حاجة خاصة وجهتيها القاسر وتهمتيه بانه والمخدرات خاصة تجيب تحليلات حتى انتأسي الدفاع لاننا عندنا الحق نتابعوك هم عدد المعتقرين هم عدد هم جوج لكن اللي جايين كثر ان شاء الله جايين شي خمسطاش خمسطاش اللي غد يدخلو في ميلف اي واحد عنده علاقة بالميلف من قارب او من بعيد غد يجي تحاكم حتى الشرطة القضائية غيتحاكموا لان احنا دارين لهم شكاية امتياز بوعدتها توجه الواكل العام ودارين لهم بالحوجاج ديالي فوتوشوب اللي دارين للناس يتفلو عليهم هاد فوتوشوب هادو واحد الصور يعني اذا ببنك يديروهما بانهم واحد المسرح الجاري ما ايماجيناخ هما تخيلوهم شوليه تخيلوهم شوليه في حين ان هذا بضاكاتيرا اللي دارو ليتناغار لقوا بان ذاك المساحة واحد العادة ديال الامطار باش تكون غادي فيها لا يمكن لها توصل الى امك لا يمكن لك توصل الى امك يعني نحسبوه عفونا نصد الهاتف ديالي الأستاذ الخياري انا ممكن نتكلم معاه الأستاذ الخيار باش تجي السلام عليكم أستاذة نحن على المباشر اهلا وسهلا اجي عندي المكتب راسي يوسف كي يتسنننا باش ربما تقدر تقولينه الكلمة ديالك يلا شكرا سلامة أستاذة الكريمة يسمحوا لنا على هاد التواصل المهم انه قلت لك بشو دارو اللي تناغر وحسبوه ممكن لم يوصلوا ذاك البلاسة اللي ذاك الخابة الصغيرة هاد الصور اللي تكلمت عليها كانت مقدام في الفين نعم غير هي ماذا الدليل اللي قدر تتلمسينتي واذا يقدر يأكد ليك بأنه هاداك شي في فوتوشوب ومفابرات كل شي انا قدر نوريهم اصلا رعطيتهم ملك باش توريهم فات الحلقة هذي لأنه تموقع وتمركوز ديال لدوبة شرطة اللي واقفين رام مفضوحة انه معودة في التصور اللي موراها وحيدوا واحد طرف ديال الغابة دارو بلاس واحد بوطو دارو البوزيسيون ديال يدين بقاتية ديال الرجلين بقاتية فاحنا ديكرا ابسط اللي يعني اه طفل صغير يمكنه يدخلها في خانة السبعة واخطاء ويلقاها فاحنا يبغيناش هاد دوبة بقاوكيت في اللوبة الطريقة عنده واحد مسؤولية اللي فيها ناس معتقالين وعنده مسؤولية فيها ناس مختافين او مكينيش فاحنا خصنا البحث الجد إلا ما غادش يبقوا يخدموا معنا بدل البحث الجد غايخص دارو ريخرج القانون ديال المحققين الخواص نعم الكل مغاربا الرأي العام بشكل كبير في المغرب خارج المغرب يطالب نعم بالعنوان اللي هو اين هو ابني وهذا النداء دي الحياة طبي الحالي ضحات بشكل كبير انتي مشكورة فالإفادة اللي أعطيتني في مجموعة من المعطيات غادي سؤال وغا نقول لك الجلسة المقبلة توقيت ديالها توقيت ديالجلسة المقبلة هي 11 في شهر 5 مع التاسيعة صباحا محكمة الاستئناف بالطار البيضاء بالنسبة للملف الرشداء أما بالنسبة للملف القاسرين فالنفس اليوم لكن على الواحدة زوالا ولنشرح لكم على شكاين جوجد الملفات لو كانوا في الأول مدموجين لأن الواقعة كانت والموضوع كانوا موحد لكن الأطراف خاصها لا بدت تفرق باش القاسرين يمشيوا لغرفة الأحداث والكبار يتحكموا في غرفة الرشاداء والاستدعاء كاين بالقوة العمومية لبعض الأشخاص اللي هما كشهود لكن المحكمة عندها كامل السلطة أنها تعتقلهم في الجلسة نشتر الصورة هذه جميلة العنوان لن أستسليم أبدا هذه كانت فكرة كانت فكرة ديالي أنا مع السيدة حيات العالمي وأنني قلت لغا نخدمه بطريقة الأمريكية ونوزعوا بعض الوثائق ربما فيها واحد نيداء ديال كل من يعرفوا أي معلومة عن المختفي أن يتصل بنا وباقي نقابطين فيها وباقي نفرقوها فرقناها على النص ديال المغرب وكنتمنوا أن المغربة كلهم يتحدوا مع سيدة حياة العالمي وكنت شكركم بزاف على حضور ديالكم مكتبي وأهلا وسهلا بكم في مدينة مارة شكرا لك رمضان كريم شكرا لك مشاهدين الكرام كما تبعتوا معنا مجموعة من نقاط أخرى في موضوع درجنا مع الأستاذ ليلى قصة اللي بطبيعة الحال المغاربة لهم شغف كبير أنهم يعرفوا النتيجة ديال الملف أين هو؟ تامي بناني مشاهدين الكرام أنا تنولت القصة في الأول مع حياة في مجموعة من الجوانب ديال الملف حاليا سيربطوا الاتصال بالأطراف الأخرى سنشوف مع المحامي بطبيعة الحال اللي يدافع المعتقالين اللي يقدر يعطيني معطيات أخرى وكذلك لتيبيان الحقيقة أكثر في الموضوع مشاهدين الكرام سوف أستمر في الملف تابعوا معايا تعليق المواطنين شكرا لكم اشتركوا في القناة